تصدف الكويت يوم الثلاثاء المقبلة الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي الامريكي الذي يمثل تتويجا للعلاقات المميزة والمتينة التي يتمتع بها البلدان الصديقان تأتي هذه الجولة التي يترأسها من الجانب الكويتية شيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومن الجانب الامريكي وزير الخارجية مايك بومبيو بعد جولتين صدافتهم الولايات المتحدة عام 2016 و2017 وشهدت الجولتان السابقتان توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الامن ومكافحة الارهاب والاقتصاد والتجارة والتعليم وايضا البترول والجمارك والتعاون القنصلي ليصبح عدد الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين 23 اتفاقية